للموسم الثاني وبمناسبة حلول شهر رمضان انطلقت بجامع عقبة من عامر بمدينة غدامس فعاليات المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم بإشراف فريق رواد الخير للعمل التطوعي وبمشاركة أكثر من أربعين متسابقا تتراوح أعمارهم بين سبعين إلى عشر سنوات من مدينة غدامس ودرج بمناسبة شهر رمضان المبارك أطلقنا اليوم فعاليات المسابقة القرآنية في موسمها الثاني من عمر سبع سنوات إلى عمر عشر سنوات ميزة في هالموسم هذا مشاركة عدد من أطفال مدينة درجة المجاورة عن مدينة غدامس أجواء رائعة أجواء تنافسية أجواء حماسية تلّبوا الأدقاء وبأجواء روحانية ممزوجة بتضرع إلى الله والحماسة تسابق المشاركون على تلاوة جزئي عمى وتبارك وتم تشكيل لجنة الحكم من مشائخ المدينة لتقييم قراءات المتسابقين ودرجات الحفظ وفق معايير وضوابط وضعتها اللجنة مجموعة الدرجة كانوا نفس الشيء من بين المتسابقين ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق ولا ننسى أن ننهني الجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه ويوفقنا وكذلك لا ننسى أن ندعو لهذه البلاد بالرخاء وأن يرفع الله سبحانه وتعالى عننا ما بنا وأن يوفقنا وأن يصلح داة البين حيث سيتم تكريم الفائزين الأوائل بجوائز لتحفيزهم على الاستمرار في حفظ كتاب الله كيف خلق الله سبع سماوات طباقا شكرا 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 شكرا